على خطر وليت الأمور بشكل مفضوح طوي معناها قاعدين تشوفوا حط أنتم وسائل العليا معناها تشوفوا شقاعد يقع معناها أمور وليت يعني أي حاجة بسيطة أقل ما يمكن يقع استغلالها في وسائل التواصل الاجتماعي وتولي هي على رأس الأخبار وتتجبد في التلافز وفي الواحد الهدف الأساسي في اللخر شنو الهدف الأساسي هو ذرب الاستفتاء والإطاحة برئيس الجمهوري هذي هي نعم هذي هو في اللخر شنو معناها كل الطرق تؤدي إلى ربا كما يقولون هذي كهي يعني هوني فما التقاء موضوعي ما بين بعض الأحزاب وبعض الأطراف وبعض الجهات لذرب يعني الاستفتاء ويعني المسار ما يخليه وش حتى واحد يريد تانا حتى نقول كلمة حقا نقول كذا وكذا ما عندك ش فكرة في الصفحات معناها شبان وغيرة وغيرة هكيكا هم معناها ناس مستعدة لكل شيء لأنه معناها بيوجود رئيس الجمهورية المصالح متاحهم الحيوية تمست ومدام رئيس الجمهورية باقي يلزم يحاربوه للآخر بش يقع القضاء عليه معناها الاستفتاء مازالوا كيما اليوم اه تخلنا يعني في العاشر أمطار الأخيرة 25 جوليا الاستفتاء على هذا الدستور ناس مشا بش تصوت بنعم ناس بش تصوت بلا ناس بش تدعو الى المقاطعة ناس تقول يجبنا نمشي بكثرة للمراكز الاقتراع جدل على اليزي هذا هو اليوم أحبابنا أمكر هنا هو يوم تاريخي بش يكون استفتاء طبعا طبعا هذا على خطر هو استفتاء على الدستور اي 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 انا قلت حتى من قبل من قبل الأشهر أنه يوم 25 جوليا هو يوم مفصل في تاريخ تونس هذا كان ليش هما يعرفوا الخطورة متاع اليوم زي الضد يعني الضد الرئيس يعرفوا خطورة اليوم هذا بالنسبة لي هما ذا كان ليش عاملين كل ما في وصهم لذرب الاستفتاء ولذرب النهار هذا كبيدو معناها فانتني اشتركوا في القناة